وقف بقى استاذ ابو العيلة عند الصورة دي عشان اقول لكم القصة ايه؟ هو المطش ده جماله ومتعته في ايه؟ الزمالك عنده جمهور زحف وراه بالاعداد اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة برامد زي ما عندهش جمهور بس هو المطش ده كان سخن ليه؟ علشان ده علشان الجمهور ده اللي موجود ورا الفرقة في مطش قوي اصلا وفيه منافسة اه يعني انا عايز اقول ايه؟ اجي سكة واجي دغري واجي بشكل مباشر يا اخوانا انتو بعدين مطشات الاهلي والزمالك في اخر الكل ايه؟ لا ما اتقربونا المطشات دي خلونا نشوف مطعة خلونا نحس يعني انت دلوقتي مطش الاهلي والزمالك ده حضرتك بتقوم رميهورنا في اخر الجدول فيبقى تحصيل حاصل الاهلي اخد الدوري او الزمالك اخد الدوري ونقعد احنا نقول ايه؟ نقعد ننفخ في المطش بجيب لكم الاخر بجيب لكم الاخر عشان بس ما يعني ايه؟ بلا ايه مزايدات المطش بيبقى خلصان فاحنا نقول ايه؟ لقاء القمة يازال يحتفظ بقوته كلقاء قمة لكن طب وانت بتحرمني ليه من المتعة؟ الله طب ما تخليني المطش بتاع الاهلي والزمالك ده اتفرج عليه زي ما بتفرجت النهاردة على مطش الزمالك وبيراميدز ما تخليني حس انه فيه دوري وفيه سخونة وفيه جمهور وفيه نقطة وفيه تلات نقاط وفيه احساس بالمكسب وفيه احساس بالخسارة وفيه دوري راح وفيه دوري جيه وفيه فرق استفادت لا هي دي مش كرة قدم هي دي مش متعة هيجرى ايه يعني؟ هيحصل ايه يعني؟ ما يجيب مطش الزمالك والاهلي بدل ما انا برميه في اخر الكون ويبقى تحصيل حاصل ولا انا ولا انت ولا حد يستمتع بيه ولا اللعيبة في الملعب ولا الاجهزة الفنية ولا ايه مخلوق في الدنيا وافئت واحد من اكتر ومن اهم مباريات الدوري المصري ومن اكبر ميزات الدوري المصري اللي هو مطش الاهلي والزمالك افقدوا قيمته ده احنا النهاردة بنتكلم عشان الزمالك المتصدر وخلفوا بيرامدز بالحالة اللي عملها بمجموعة اللعيبة اللي جاية مفيش احسن من كده فاحنا بنتكلم عن انه في حالة تنافسية قوية هلا طب وانا الحالة التنافسية القوية دي انا بخدها ليه من الاهلي ومن الزمالك لما الاتنين بيت نفسوا على بطولة الدوري ركزوا في الموضوع ده لانه ممكن يكون معدى على الناس بس مش بيعدى علينا ولانه في حاجات ما عديش علينا فاحنا دايما بنقولها ودايما بنرصودها